هيا بنا نتعلم مفهوم قابلية القسمة وقابلية القسمة على العدد اثنين أولاً لنتعلم مفهوم قابلية القسمة لنأخذ مثالاً مع المعلمة ستة أقلام أرادت توزيعها على ثلاثة طلاب بالتساوي هل تستطيع ذلك؟ نعم تستطيع ستة أقلام مقسمة على ثلاثة طلاب يعني ستة قسمة ثلاثة ويساوي اثنين كل طالب يأخذ قلمين اثنين ممتاز ستة قسمة ثلاثة يساوي اثنين والباقي صفر لأن الباقي صفر نقول العدد ستة يقبل القسمة على ثلاثة من دون باقي لاحظوا أن العدد ستة من مضاعفات العدد ثلاثة ماذا لو كان مع المعلمة خمسة أقلام وليست ستة أقلام وأرادت توزيعها على ثلاثة طلاب بالتساوي هل تستطيع ذلك؟ لا لا تستطيع خمسة أقلام مقسمة على ثلاثة طلاب يعني خمسة قسمة ثلاثة ويساوي واحد والباقي اثنين كل طفل يأخذ قلما ويبقى قلمين اثنين جيد خمسة قسمة ثلاثة يساوي واحد والباقي اثنين لأن الباقي اثنين وليس صفر نقول العدد خمسة لا يقبل القسمة على ثلاثة من دون باق لاحظوا أن العدد خمسة ليس مضاعفاً للعدد ثلاثة نستنتج من المثالين السابقين أن مضاعف أي عدد يقبل القسمة على نفس العدد من دون باق بما أننا تعلمنا مفهوم قابلية القسمة هيا بنا نتعلم قاعدة قابلية القسمة على العدد اثنين ماذا يعني قاعدة قابلية القسمة على العدد اثنين؟ يعني أن نجد قاعدة سريعة لتمييز الأعداد التي تقبل القسمة على العدد اثنين من دون باق أي مضاعفات العدد اثنين من سيساعدني في كتابة مضاعفات العدد اثنين؟ إثنان، أربعة، ستة، ثمانية، عشرة إثنى عشر، أربعة عشر، ستة عشر، ثمانية عشر، عشرون إثنان وثلاثون، أربعة وثلاثون، ستة وثلاثون، ثمانية وثلاثون، أربعون إثنان وأربعون، أربع وأربعون، ستة وأربعون، ثمانية وأربعون، خمسون جميع هذه الأعداد مضاعفات للعدد اثنين مضاعفات العدد اثنين هي أعداد تقبل القسمة على العدد اثنين من دون باق لننظر إلى رقم الآحد في هذا الجدول ما رقم الآحد في العمود الأول؟ اثنان وما رقم الآحد في العمود الثاني؟ أربعة ماذا عن رقم الآحد في العمود الثالث؟ ستة وما رقم الآحد في العمود الرابع؟ ثمانية وما رقم الآحد في العمود الأخير؟ صف إذن رقم الآحد في هذا الجدول إما اثنان أو أربعة أو ستة أو ثمانية أو صف نلاحظ أن جميع الأرقام في منزلة الآحد تقبل القسمة على العدد اثنين؟ نلاحظ أيضاً أن جميع هذه الأرقام أرقام زوجية إذن ما هي قاعدة قابلية القسمة على العدد اثنين؟ يقبل أي عدد القسمة على اثنين؟ إذا كان رقم الآحد لهذا العدد يقبل القسمة على اثنين؟ أي إذا كان العدد عدداً زوجياً؟ لنأخذ سؤالاً أي الأعداد التالية تقبل القسمة على العدد اثنين؟ لنبدأ بالعدد ستة وخمسون؟ سهل جداً رقم الآحد للعدد ستة وخمسين ستة والرقم ستة رقم زوجي يقبل القسمة على اثنين؟ إذن العدد ستة وخمسون يقبل القسمة على اثنين؟ ماذا عن العدد ثلاثة وثمانين؟ رقم الآحد للعدد ثلاثة وثمانين ثلاثة والرقم ثلاثة رقم فردي لا يقبل القسمة على اثنين؟ إذن العدد ثلاثة وثمانون لا يقبل القسمة على اثنين؟ وأخيراً العدد خمسمائة وعشرون رقم الآحد للعدد خمسمائة وعشرين صفر والرقم صفر رقم زوجي يقبل القسمة على اثنين؟ إذن العدد خمسمائة وعشرون يقبل القسمة على اثنين؟ ترجمة نانسي قنقر